بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبناء الطلبة أينما كنتم سنقوم بإذن الله الآن بشرح قاعدة السلسلة من خلال رسم بدون ما نعطى قاعدة الاقتران لحظوا الأصل بقاعدة السلسلة هي تركيب اقترانيين يعني اقتران داخل اقتران فالآن لو نظرنا الاقتران اتش مثلا اتش لأكس هو عبارة عن اف بعد جي للأكس هذا الاقتران اتش اكس يعني اف لجي لأكس في عندي اقتران ثانية اسمه بي لأكس عبارة عن جي بعد اف للأكس وممكن كتابتها بهذه الصورة اذن عندي اقتران اسمه اتش لأكس مركب من اف وجي وبي لأكس هو مقلوب الاتش يعني جي بعد اف لأكس وهم معرف ليهم هنا لكن لم يعطيني اي قاعدة لا اف وجي لنما اعطاني رسومات هكذا من هاي الرسومات سنستخرج المشتقات ونستخرج الصور حسب ما نريد يريد اولا مشتقة اتش بالنسبة للعدد واحد حسب قاعدة السلسلة تمام حسب قاعدة السلسلة انا بدي اشتغل الاول مثلا اتش مشتقة اتش ايش تساوي؟ تساوي مشتقة الخارجي والداخلي كما هو في مشتقة الداخلي في مشتقة الداخلي تمام؟ اصبح عندي هكذا شكل المشتقة اذا الان انا بدي اتش برايم للواحد بتساوي اف برايم لجي الواحد في جي برايم للواحد تمام؟ الان من وين نطلع هذول؟ نحتاج نعود للرسم جي الواحد كم نعود للرسمة حتى نطلع جي للواحد هاي الجي الرسمة الزرقاء هاي الواحد نرتفع حتى نلتقي مع جي نلتقي عند هذه النقطة جي الواحد بساوي واحد اثنين ثلاث أربعة اذا جي الواحد أربعة الان اصبح الحل عندي ف برايم للأربعة في جي برايم للواحد طيب نمشي نعود للرسمة بدي اطلع ف برايم للأربعة ف يعني الأزرق الأحمر واحد اثنين ثلاث أربعة هنا الأربعة هاي المنطقة يعني ميل هذا الخط هو اللي بيطلع لي المشتقة بس لحظوا عند الأربعة النقطة غير صحيحة ما بقدر أخذها بروح أدور على نقطة صحيحة زي هاي هاي النقطة ثنين وأربعة هاي ودور نقطة ثانية عشان طلع المشتقة احنا صحيحة سوى الأربعة كل هذا الخط المستقيم الميل له هاي النقطة ممتازة هاي النقطة ممتازة هي عسوى الخمسة وثلاث خمسة وثلاث بروح نطلع ميل هذا الخط الأحمر اللي عسوى الأربعة اللي بيعطيني مشتقة إذن المشتقة للأربعة للإف تساوي الميل واللي هو أنا ما قدرت ألاقي نقطة صحيحة عند الأربعة خط نقطين من هنا ومن هنا بروح نطلع هاي أربعة واي تو ناقص واي وان أربعة ناقص ثلاث على اثنين ناقص خمسة وبتطلع واحد على سالب ثلاث يعني مشتقة إف الأربعة طلعت عندي سالب ثلث تمام سالب واحد على ثلاث طيب بدي المشتقة جي للواحد وليس إف جي الأزرق للواحد هذا الميل سيكون سالب زي هذا سالب طلع سيكون سالب هاي الجزية يهمني هاي الجزية ميل هاي القطعة لأنها على مستوى الواحد هو يعطيني مشتقة الواحد تمام بنروح ندور على نقطتين كما دورنا على اللي قبله نغير اللون بس عشان نعرف نشتغل هاي النقطة مناسبة عند الواحد واحد وكم واحد اثنين ثلاث اربعة واحد واربعة مناسبة هاي أحلى وأحلى لأنه فيها صفر اللي هي صفر وخمسة تمام الآن المشتقة لا مش اف جي الأزرق جي مشتقة جي للواحد بتساوي الميل على مستوى الواحد لحظوا الأزرق ثلاث أميال عندي هذا ميل وهنا ميل يختلف وهنا ميل يختلف فسأنا يهمني اللي عسوه الواحد يهمني اللي عسوه الواحد أخذت له نقطتين وأطلع منه الميل عشان أطلع المشتقة فبيصير عندي خمسة ناقص أربعة على صفر ناقص واحد ويطلع سالب واحد واحد على سالب واحد تطلع سالب واحد إذن المشتقة هنا سالب واحد يساوي كله ثلث تمام شوفوا الجزئية الثانية سؤال واحد واربعين خلينا نشوف أول شيء بي للأكس تساوي جي لأففل اكس المشتقة تساوي مشتقة الخارجي مضروبة في مشتقة الداخلي بنعوض الواحد جي برايم لأفف الواحد مضروبة في أفف برايم للواحد تمام طيب الروح أول خطوة بدي يطلع افف الواحد كم افف الواحد مباشرة من الاقتراب اف قلنا عنه الخطة الأحمر أليس كذلك اه اف هو الأحمر الآن نرتفع ليه نصطدم مع اف هون صطدمنا مع اف عند اثنين اذن افف الواحد هو اثنين تمام اذن صارت تساوي جي برايم لمين للاثنين اللي هو اف الواحد مضروبة في اف برايم للواحد يلا بنروح أسا بدنا نطلع جي برايم للاثنين جي قلنا عنه الأزرق شافين لو انه اف برايم للاثنين نقول غير موجودة لأنها بي تكون عنده زاوية او طرف حاد لكن هون انا بتنفع هاي النقطة تنفع ترى جي برايم للاثنين نفسه جي برايم للواحد احنا قبل شوية طلعناه سالب واحد وهو يساوي جي برايم يساوي جي برايم للواحد ليش؟ لأنه نفس الميل نفس الخطة اللي ظللتوا بالأصفر هون عسوها اثنين هون عسوها الواحد فسوان اخذت النقطة هاي او اكتفيت بالنقاط اللي اخذتهم قبل شوية يطلع سالب واحد ما بتضيع وقت عليه اذا يساوي سالب واحد ضرق هسا بدنا نطلع اف برايم للواحد اف برايم للواحد اللي هو ميل اي قطعة فيهم لنشوفها هاي القطعة هاي القطعة لانها جاي على مستوى مين على مستوى الواحد هاي القطعة بدي اطلع ميلها يطلع لي اف برايم للواحد تمام وهاي بالكل اللي بدي اشتغله باللون الاحمر لانه اف معطيني اياه بالاحمر اف برايم للواحد تساوي الميل للقطعة اللي عسوها الواحد طبي القطعة اللي عسوها الواحد الان بدي اروح اطلع لها نقاط اول نقطة تاعتها تنفع لانه مر فيها وهي واحد واثنين ويفضل ناخذ الصفر هذا صفر وصفر فبيصير الميل فرق الوايات اثنين ناقص صفر على واحد ناقص صفر وبتصير اثنين يعني اف برايم الاثنين للواحد اعطت اثنين اذا ضرب اثنين ويساوي سالب اثنين وهيك نكون لنا السؤال على قاعدة السلسل الصورة بنطلعها مباشرة بينما المشتقة بنطلعها من الميل والراعي لو كان اجت مشتقة عسوة الزاوية نقول غير موجودة تمام شكرا لكم لاصغاكم وتابعونا واستمروا معنا لانو الان بعد هذا بدي اسجل تسجيل اخر لفيديو اخر هذا هو سؤال تحدي بدنا نسجل بعدها ان شاء الله موسيقى موسيقى